الهائلة التي تتخرج سنوياً من الكليات والجامعات بشقيها الحكومي والأهلي تبحث عن فرص التوظيف بديلاً عن فرص العمل في القطاع الخاص هذا واحد اثنياً هذه المظاهرات انتعشت وتوسعت وتتوسع باعتبار أنه الآن هناك نقاش للجداول المالية في أروقة مجلس النواب العراقي في قبة البرلمان العراقي بمعنى هؤلاء يريدون أن يثبتوا للحكومة العراقية بأنهم عاطلين عن العمل يحملون مؤهلات علمية ولكن لا يجدون فرص العمل لا من قبل المجالس المحلية ولا من قبل الحكومة الاتحادية ولهذا اتجهوا إلى التظاهر للعمل على إيجاد شق أو بند من بنود الموازنات المالية التي تستوعب وتستقبل هؤلاء الشباب لتعينهم في دواعر الدولة وفي الوزارات والمؤسسات والحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر